سبعة الخير دكتور خاليا مش شباب سبعة الخير دكتور سبعة خير كيف حركت دكتور طمنا نفسك اياكم طيب بسم الله والصلاة والسلام وعلى رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ان شاء الله رايحين نتابع في الوحدة الثالثة رايحين نكمل على المادة اللي أخذناها في بداية الوحدة الثالثة وكنا سلوحنا بالوحدة الثالثة بالمحضرة السابقة قلنا احنا رايحين نصرف عن الـ Simple Network Management Protocol Version 1 وهذا البروتوكول بيستخدم اللي هو قلنا بيستخدم الموديلات الثلاثة الأولانيات اللي هنه الـ Organization Model والـ Information Model والـ Communication Model وقلنا انه الـ Functional Model الرابع اللي احنا بنستخدمه بإدارة الشبكات هذا هو تم تضمينه من حيث الـ Function تبعاته إلى اللي هو الـ Communication Model وهذا الاشي رايحين إن شاء الله نشوفه من خلال شرح الـ Simple Network Management Protocol رقم واحد في اللي هو المحاضرة هاي والمحاضرة القادمة أيضا صرفنا عن الـ Organization Model بدايةً عن إنه إحنا في عندنا 2-Tier وفي عندنا 3-Tier وفي عندنا اللي هو البروكسي واللي قلنا بنستخدمه في عملية التواصل ما بين الـ Un-Managed Device مع الـ Manager من خلال اللي هو البروكسي عودة وسيطة اللي هو الـ Management Station والـ Host والـ Router على سبيل المثال في عندنا اللي هنّ استخدام Simple Network Management Protocol استخدم بالـ Transport Layer اللي هو الـ UDP Protocol وفي الـ Network Player نستخدم الـ IP طبعاً مع الـ Agentات المختلفة سواء كان عندنا جهاز computer أو اللي هو الـ Intermediary Devices تكون في عندنا نفس اللي هو العملية في عندنا السيربسيز قلنا في عندنا التبادل اللي هو المسجز ما بين الـ Manager والـ Agents في عندنا الـ Get والـ GetNext واللي هو الـ Set وفي عندنا GetResponse والتراب اللي هنّ نوعين رسائل يتم إرسالهم من قبل الـ Agent لـ Manager إذن في عندنا 4 Services اللي هنّ Get Object 6 Object مع الـ Value وGetNext اللي هي الـ Object مع زائد التراب وفي عندنا اللي هو الـ 5 بناءً عليه بناءً على هذول السيربسيز يكون في عندنا خمس أنواع من الرسائل اللي هنّ GetRequest SetRequest GetNextRequest وGetResponse واتراب هذولا هنّ الخمس رسائل اللي يتم تداولهن ما بين أو تبادلهن سوري ما بين اللي هو الـ Manager وما بين الـ Agent هاي شكل آخر للرسائل اللي يتم تبادلها اللي الـ Get و الـ GetNext والـ Set واتراب ما بين الـ Manager وما بين الـ Agent إذن في عندنا السيربسيز GetRequest GetNextRequest SetRequest واتراب Request بالـ Organizational Model بالـ Organizational Model الثاني بعد إحنا ما سولفنا عن اللي هو الـ Organizational Model رايحين نتابع إحنا بس عطيناكم فكرة عن اللي هو الرسائل اللي يتم تبادلها ما بين الـ Manager وما بين الـ Agent في عندنا التراب التراب اللي هي هاي الرسائل يتم إرسالها من قبل الـ Agent لـ Manager بدون ما يتم طلبها من الـ Manager يعني الـ Manager ما يكون بطلبها من الـ Agent إنما هي عبارة عن رسائل يتم إرسالها من قبل الـ Agent لـ Manager في حال حدوث شيء غير طبيعي لسلسلة العمليات اللي يتم إجراءها من قبل هذا الـ Agent اليومي فإذا صار في عندنا إجراء غير طبيعي أو حدث غير طبيعي يتم إرسال رسالة تحذيرية من قبل الـ Agent لـ Manager يتم إبلاغه في نوع الخطأ وتوقيت الخطأ وهنا نعليه اللي راح يكون في عندنا إجراء من قبل اللي هو الـ Manager أو الـ Admin مشان اللي هي عملية الإصلاح هذا الخطأ الـ Community الـ Community اللي هي الـ Community names are used to define where an SNMP messages is destined for يعني 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 الآن بصير في عندنا اللي هو تبادل للرسائل اللي قلنا لك عنهم في عندنا أربع services وفي عندنا خمس رسائل الخمس رسائل هذول يتم إرساله إلى مواقع محددة داخل الشبكة اللي يتم إدارتها من قبل المدير أو من قبل الـ Admin أو من قبل الـ Manager الـ Community الـ Community names اللي إحنا رايحين نضمنها داخل الرسالة هي تدل على العنوان اللي بدو يتم إرسال الرسالة إليه يتم إرسال الرسالة إليه وقلنا عندنا في عندنا اللي هو الـ Get Request وGet Next Request وفي عندنا اللي هو الـ Sit هذولا والـ Sit Next هذولا اللي هن الرسائل اللي يتم تبادلها من قبل المنجر للـ Agent وفي عندنا فقط رسالة واحدة يتم تبادلها من قبل الـ Agent يتم إرسالها له المنجر إذن الـ Community Names هي عبارة عن مجموعة العناوين المقصود فيها ليتم إرسال الـ Data أو الرسائل هاي من اللي هو المرسل إلى المستقبل بالضبط لمين يتم إرسال هاي الرسائل لمين يتم إرسال هاي الرسائل من هم المعنيين باستقبال هاي الرسائل طيب الـ وإن الـ السنب في عندنا اللي هو باشيكلي في عندنا يعني بشكل أساسي في عندنا اللي هو الـ two design of agents. اللي هو الستندبال agent وفي عندنا المناثرية agents. الستندبال agents اللي هو الopen modular design will allow for اللي هي الadaptions to new management data and operational requirements. إذن هذا الاجent هذا النوع من الاجent لما يتم تصميمه أو تضمينه للشبكة أو استخدامه من خلال الشبكة ليتم إدارتها مشان إحنا نصب البرامج الضرورية في عملية مراقبة وإدارة الشبكة النوع الأول اللي هو ال-extendable ال-extendable إنه بكون في عندنا يعني قابل للتوسط. يعني بكون في عندنا هاي الإيجنتات بمختلف أنواع سواء كان اللي هو ال-end devices ال-intermediary devices يا-end devices يا-intermediary devices طبعاً أنتم كتخصص شبكات بتعرفوا شو الفرق بين اللي هو ال-end devices وال-intermediary devices كلهم طبعاً منسميها نحنا nodes بالشبكة كلهم عقد داخل الشبكة هذول العقد داخل الشبكة سواء كان intermediary devices أو كان اللي هو ال-end devices بكون في عندها قدرة على استيعاب برامج جديدة أو إجراءات جديدة تعزز عملية اللي هي إدارة الشبكة يعني بكون قادرة على فهم الأوامر والتعليمات الصادرة من المنيجر وتنفيذها في نفس الوقت أوكي في عندنا المنثلك agents هذولا نوع مش extendable يعني غير قابلات للتوسع هذولا معناته بما أنهن غير قابلات للتوسع معناته بيكون في استخدام specific hardware بعملية اللي هي تصميم أو توضيع هاي الأجهزة نستخدمها مشان تنفذ مشان تنفذ مطلوب معين لإدارة الشبكة طبعا ما يكون في عندنا not extendable يعني غير قابل للتوسع معناته بتكون العمليات والرسائل بتكون شو ما لها بتكون محدودة وبالتالي الoverhead اللي بيكون اللي الشبكة موجود عندنا بيكون قليل لما نقول overhead قليل معناته إحنا بنسولف عن إنه استهلاك الresources تبعت الشبكة برضو شو ما له بيكون قليل البروكسي والgateway الagents هذولة بيسوينا عملية اللي هي توسع في الإجراءات اللي ممكن اتخاذها من قبل الادمن أو المانيجر على الشبكة وبالتالي لما يكون عندنا الاستخدام للبروكسي والgateway بصير بصير في عندنا صلاحيات زيادة في استخدام السنبي network management وبروتوكول يعني بنقدر نستخدمه بحيث إنه ينفذلنا مهام أكثر وأكبر مثال المثال الرئيسي اللي إحنا بنسولف عنه اللي ذكرنا لكم بالشابتر بالشابتر الأول قلنا لكم إنه في عندنا managed device وunmanaged device حتى الunmanaged devices هاي القديمة الأجهزة القديمة اللي ما بتفهمش على البروتوكولات الجديدة اللي لا يمكننا نستقبل السوفتوير الجديدة إحنا بنا نسوي لعملية إدارة عملية الإدارة بدو كون في وسيط بين المانجر وبين هاي الunmanaged devices فمن فلال اللي هي الإجراء هذا إحنا بنسوي عملية توسع للقدرة تبعة الـ S-N-M-B من خلال استخدام البروكسي لأنه بقدر اللي هو أو الـ gateway agents بقدر إنه مددنا عملية الاتصال مع الـ unmanaged devices الآن a device that support a nano-S-N-M-B management agent حسا في عندنا إحنا أجهزة موجودة داخل الشوكة بنسميها nano-S-N-M-B management agent يعني تحديدا بالـ S-N-M-B protocol ما بقدر إش يفهم عليه وبالتالي إحنا لما يكون في عندنا استخدام للبروكسي أو الـ gateway بعززنا قدرة simple network management protocol بحيث يصير يقدر يتواصل مع الـ non-S-N-M-B management agent إذن في عندنا اللي هو support SN-M-B agent والنوع الثاني اللي non-S-N-M-B management agent الشغلة الثالثة أو الفائد الثالثة من استخدام البروكسي والgateway agent في تعزيز قدرة simple network management protocol اللي هي allow non-S-N-M-B management system to access an SN-M-B agent بسا في عندنا احنا system في عندنا management system وفي عندنا اللي هو ال- non-S-N-M-B management system إذن احنا صلفنا أول شي عن agent itself اللي هو سواء كان ال- end devices أو كان ال- intermediary devices بيكون cannot support ال-S-N-M-B أو non-S-N-M-B management الآن non-S-N-M-B management system لل-System نفسه تبع الإدارة الشبكات إذن من خلال الاستخدام ال-Proxy أو agent إذن بعززلنا قدرة ال-S-N-M-B بحيث نقدر نتواصل مع اللي هو ال-S-N-M-B agent لما يكون عندنا ال-System نفسه اللي هو غير قادر على استخدام ال-S-S-S-M-B network management protocol أيضا بعززلنا من السيكوريتي تبعت اللي هو ال-S-S-M-B network management protocol إذا بتذكروا بالمحاضرة السابقة قلنا لكم السيكوريتي تبعت ال-S-S-M-B network management protocol تحديدا يعني الإصدار الأول الأمور الأمنية غير كانت غير متخذ على هاي إجراء ولم يتم تدعيم ها بالإصدار الأول تم تدعيم ها بالإصدار الثالث وقلنا لكم إذا بتذكروا أن الإصدار الثالث هو تحسين تحسين للإصدار الأول وليس تحسين للإصدار الثالث كيف أنه جابوا الإصدار الأول إلى Simple Network Management Protocol سووا له عملية اللي هو تحديث التحديث زادوا له بالفانشناليتي تبعة السيكيوريتي أنه صار في عنده إجراءات مشان يقوم بحماية الاتصال من خلال بين المانجر والأيجن يعني الاتصال ما بين المانجر والأيجن صار سيكيور باستخدام Simple Network Management Protocol الإجراءات اللي سووها اللي هو زاد في عملية اللي هو الإنكريبشن و اللي هو عملية اللي طبعا اللي هي الإنكريبشن لكن ما اللي ركزوا اللي هو على عملية الإنكريبشن فأيضا صار في عندنا اللي هو الاثمتكيشن صار في عندنا تعزيز إلو كل هاي الإجراءات تم تعزيزها مشان زيادة الأمن في استخدام Simple Network Management Protocol Virgin 1 الـ Virgin 2 طبعا زي ما ذكرنا من المرة اللي فاتت قلنا لكم الـ Virgin 2 هو عبارة عن زادوا بعض أنواع الرسائل اللي يتم استخدامها بـ اللي هو الرسائل اللي يتم تبادلها ما بين المانيجر وما بين الإجراءات طيب نأتي الآن للموديل الثاني بالـ Simple Network Management Protocol طبعا إحنا رايحين نسولف عن اللي هو Symbinatural Management Protocol عناصر اثنين رئيسيات بنسولف عن Information Model بنسولف عن عناصر اثنين رئيسيات بنسولف أولا عن اللي هو SMI اللي هو Structure of Management Information والMIB اللي هو طبعا ذكرناها أكثر من مرة اللي هو Management Information Base طبعا حتى إحنا نحط هاي ال applications لازم يكون في عندنا تصميم لها التصميم لها مشان يضمن بالSymbinatural Management Protocol كان في عندنا Request for Comments More than One Request for Comments اللي هن ال الوثائق الرسمية اللي يتم إصدارها من قبل العلماء أو الناس المختصصين بإدارة الشبكات في اللي هو وضع البروتوكولات المختصة بإدارة الشبكة في عندنا SMI اللي هي Structure of Management Information تم تعريفه بالRFC RFC قلنا Request for Comments برقمه كان 1155 والثاني اللي هو الRFC 1212 يعني أي واحد منكم مهتم في معرفة معلومات الزيادة عن اللي هو Structure of Management Information بإمكانه يرجع على الRFC 1155 أو 1212 يعني يقوقل ويطلح النزل يقرأ الموجودات فيهن مشان يصير فيهن معلومات كافية وافية عن اللي هو SMI الMIP تعرفت ب اللي هو الRFC الوثيقة اللي هي رقمها 1213 1213 Management Information Board إذن عملية إدارة الشبكة يعني ملخصة ل البروتوكول هذا SMI والMIP عملية إدارة الشبكة باستخدام ركز معي باستخدام Simple Network Management Protocol تتم بالتعاون ما بين المعطيات أو Functionality كاملة تبعة Simple Network Management Protocol اللي هي من السيرفز الأربعة اللي ذكرناه بداية المحاضرة اليوم مع اللي هو SMI والMIP طيب الآن المج Object قلنا برضو أخذناها المعلومة هاي بالنسبة لل Get Request و Get Next Request قلنا إذا إحنا بدنا نأخذ اللي هي بالنسبة ل Manage Object قلنا إذا بدنا نأخذ Attributes تبعت كل واحد من هذول ال Objects يعني قيمة بعد قيمة قيمة بعد قيمة نستخدم اللي هي Get Request Get Next Request لكن إذا بدنا اللي هو كان في عندنا table وكان في عندنا table هاي فيها أكثر من قيم بإمكاننا إحنا نحصل على مجموعة من القيم من داخل هاي table ب اللي هو طلب واحد أو بإمكاننا نحصل على كل قيمة القيم الداخل هاي اللي هو table بطلب واحد الآن إذا بتذكروا قلنا عن MIP هي عبارة عن SNA dot one اللي هي اللغة اللي إحنا بنستخدمها بإدارة الشبكات مع بروتوكولات إدارة الشبكات قلنا إحنا بنستخدم اللي هو اللي هو ال-MIP ال-MIP هي عبارة عن virtual database تحتوي على مؤشرات هاي المؤشرات بتأشر على القيم بال-database ال-physical database يعني بتأشر على قيم داخل ال-database يعني بدل ما إحنا ننقل القيم كاملة بقيمة بننقلها كمؤشرات هاي المؤشر كل ما مؤشر يدل على قيمة من القيم تبعت اللي هي ال-object ف بتعريف ال-information model بنقول إنه ال-simple network management protocol بعرفنا الفورمات تبعت الباكت اللي يتم تبادلها ما بين المانجر وما بين ال-agent كمان مرة ال-s-n-m-b بالنسبة لل-information model بعرفنا الفورمات للباكت اللي يتم تبادلها ما بين المانجر وما بين ال-agent إذن شو اللي بصير عندنا اللي بصير عندنا ب اللي هو ال-get و-get next و-sit أقول اللي بصير في عندنا عملية اللي هي قراءة لهاي القيم قراءة لهاي القيم وأيضا العمل على تغيير هاي القيم يعني لما نقول get معناته أنت قاعد بتقرأ سوى عملية reading لا من لقيمة ال-object بمعنى آخر أنت بتقرأ اللي هو ال-status اللي هو ال-object لما تقول sit معناته as a manager يعني أنت الآن بتغير هاي القيمة وذكرنا لكم مثال قلنا لكم لنفترض أنه إحنا بالإعدادات الرئيسية لواحد من الراوترات نسمينا الراوتر مثلا الراوتر المؤسسة الأولى الآن لما بنا نغير اسمه إذا صار لي مثلا اختراق وابنا نغير اسمه بنسميه اللي هو الراوتر الداخلي للمؤسسة رقم واحد أو الراوتر الرئيسي للمؤسسة إذن إحنا شو سوينا غيرنا الاسم إذن إحنا قرأنا القيمة تبعت اللي هي الاسم و sit بالأمر sit سوينا عملية تغيير لهذه القيمة كمان في عندنا عسابين مثال مثلا إذا بدنا نغير اللي هو الIP address ممكن نغير IP address منغير IP address يعني ممكن عندنا يكون اللي هو static IP address وممكن ما يكون عندنا static IP address ممكن إحنا بهاي الحالي إنه نغير IP address اللي هو intermediary devices أو end devices اللي موجود عندنا داخل الشبه إذن قلنا إنه إحنا لما نسولف عن اللي هو الinformation model بنسولف عن العلاقة بين ثلاث عناصر رئيسية اللي يسمى network management protocol بنسولف عن SMI الاسم ما يشو بعرفنا اللي بعرفنا الجنرال for naming object defining object type including اللي هي range and link إذن الرange اللي هو يعني القيمة من إلى من إلى وأيضا بحددنا length اللي هو الطول وكي and اللي هو showing how to encode object and values إذن بسوينا عملية اللي هي اللي بحددنا القوانين أو بحطنا القوانين مشان عملية تسمية الobject وأيضا بعرفنا object type يعني مثلا على سبيل المثال لو إحنا جينا للغة من اللغات اللي إحنا نعرفها على سبيل المثال قلنا ببداية البرنامج اللي هو عرفنا X بعدين X قلنا integer X integer X أو float X معناته إحنا عرفنا اللي هو إيش النوع بعدين بنعرف الرينج وبعدين بنعرف اللينك اللي هو الانتجر X بنقول إنه الانتجر X بأخذ القيم من كذا لكذا أوكي إذن اللينك تابعه بكون كذا أيضا الـ SMI بعرفنا الطريقة في عملية اللي هي الإنكودينج عملية الإنكودينج للأوبجيكت باليو يعني الآن لما إحنا بنا نتبادل الرسائل ما بين المانيجر والأيجن يتم تبادلها بشكل مفتوح أو مشفر لا يتم تبادلها بشكل مشفر طيب من هون اللي بعرفنا عملية التشفير هاي اللي بعرفنا عملية التشفير اللي هو الـ SMI هو اللي بعرفنا عملية التشفير للقيم التي يتم تبادلها ما بين المانيجر والأيجن سواء كانت بالget أو بالsit يعني لما يكون في عندنا get إحنا قاعدين بنودي القيمة من الأيجن للمانيجر لما بنسوي sit هو بده تم تبديل القيمة الموجودة حاليا بقيمة جديدة من هو اللي بوديها اللي بوديها المانيجر للأيجن في كل الحالتين بكل الحالتين يتم عملية التشفير لهذه الداتا من قبل اللي هو الـ SMI protocol طيب العنصر الثالث والرئيسي المشكل للإنفورميشن مدل اللي هو المب المب بيسوي عملية لتسمية اللي موجودة اللي موجودة ايضا بتحتفظ لنا بالتايبس تبعت الـ attributes ل each object وايضا بتواجينا او بتحدد لنا اللي هو العلاقة ما بينها وما بين another managed entity طيب الـ management overview لاحظوا عندنا قلنا في عندنا علاقة ما بين الثلاث عناصر الرئيسية علاقة ما بين الثلاث الرئيسية اللي هي الـ SMI اللي بيقول إيج اللي بيحددها اللي هو SMI اللي بوضع عندنا القانون الآن بالMIP بالMIP شو اللي بيصير في عندنا اللي بيصير عندنا الـ object has an integer values and is called اللي هو UDP UDP ion datagram with ID بحدد ال-ID الآن بيدي دور ال-SNIP ك مرحلة تسلسلية encapsulate request in a get request message بعد ما يسوي عملية get request next request بوديها وين من خلال المنيجر للأيجنت إذن هاي العملية ما بين الأيجنت وما بين المنيجر هاي عملية اللي هي المرحلة الرابعة اللي هي get request المرحلة الخامسة بيجي response والمرحلة السادسة الأخيرة اللي هي اللي هو number of UDP user datagram received إذن بالعملية هاي إحنا سألنا عن اللي هو ال-user اللي هو UDP user datagram ال-number اللي طلبوا هون تم طلبه من خلال الرسالة تم استلامه من قبل ال-agent من خلال ال-response تم وصوله للمنيجر وبالتالي تم التعرف على اللي هو هذا الرقم الآن إذا بدنا نغير الرقم بنفس العملية بدل ما المنيجر يودي بعد ما يصلوا اللي هو ال-response بيقولوا ال-set request وبال-set request يتم تغيير القيمة نفس هاي من خلال الثلاث مراحل هذول ما بين اللي هو المنيجر وما بين ال-agent باستخدام ال-simple network management protocol المب وال-SMI إذن ال- ال-information model comparing computer program and network management الآن لو منيجي اللي هي مقارنة ما بين اللي هو ال-computer programming عملية البرمجة لأي لغات برمجة والnetwork management الآن عملية اللي هي tasks network management to the task of writing a program الآن إنتي لما بدك تكتب program من zero من A to Z من A to Z عملية كتابة البرنامج باستخدام أي لغات برمجة بده لازم أن تستخدم rules لابتستخدم rules إذن الـ rules سواء كانت الـ rules اللي إحنا نستخدمها بـ network management هاي يتم الـ rules هاي يتم تحديدها من قبل الـ SMI الآن كتابة البرنامج بأي لغات برمجة مع network management أيضا need اللي هي variable declaration بداية البرنامج بتقول اللي هو الانتجار X انتجار X أو أي نوع من أنواع الـ data انتجار X, Y, Z أو whatever أنت بدك تحط الـ data اللي بدك إياها بتختار النوعية بأيضا في عندنا بعد ما احنا نعرف اللي هو القيم هاي ونحدد الرين اجتبعتها بصير في عندنا اللي هو إزراء على هاي القيم يعني شو انت بعد ما عرفتها القيم شو بدك تسوي على البرنامج تبعك بالضبط اللي بحدد اللي هو العملية هاي ها اللي بحدد العملية هاي اللي هو سنب النيتويرك منجمان المرتوكول اللي بحدد لنا عملية اللي هو إعلان اللي هو الـ variables هاي بالإدارة للشبكات اللي بحدد لنا إياها اللي هو المب هاي مقارنة بسيطة بس بس نقرب لكم فكرة ما بين البرمج اللي أنتو متعودين عليها سواء كان تستخدم الجابا أو سي أو الشارب أو أي لغة أنتو تستخدمها مع اللي هو البرمج الشبكة مع اللي هو إدارة الشبكة مع إدارة الشبكة اللي بسيطة فينا عن الرؤوس تتمثل بالمنجمن اللي يبلى اسم الobject declaration and definition بالبرنامج بأي لغة برمجة بالnetwork management يتم تنفيذ المهمة من قبل الMIP والprogram coding هاي لأي لغة برمجة لما أنت بدأ تسوي برنامج هاي اللي بقوم بها الاسم بالnetwork management protocol بالنسبة لإدارة الشبكات اللي اللانجوج في SNMP في عندنا اللي هو structure of management information اللي هي الSMI اللي هي specific the format used for defining management object طبعا في عندنا احنا قلنا لكم أكبر من version في عندنا ميل اللي هو اسم من version version 1 و version 2 في عندنا اللي SN1.1 هاي لغة البرمجة اللي احنا نستخدمها في عملية الكتابة الكتابة المسجز تبعتنا كتابة الأوردر تبعتنا وفي عندنا الbasic encoding اللي هي البر اللي هو used لشان نسوي عملية اللي هي الencoding للرسائل تبعتنا لما يتم تبادلها ما بين اللي هو المنجر والأيجن بغاية منكون أنهينا محاضرتنا المرة الجاي راح نتابع في الانفورميشن موديل ونسولف عن اللي هو كل version من البرجينات اللي يسمى النتوار من بروتوكول كيف بده يسير في عندنا اللي هو الإجراء تبع بما تبقى من وقت رحيين نأخذ اللي هو الغياب والحضور بروتوكول 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 طيب في عندنا علي مفلح الحراشة مش موجود اليوم واحد اثنين واحد علي مفلح الحراشة مش موجود اليوم بأسف ايو 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 عندنا اسمعي الموجود مراد 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 موجود عبد الفتاح عبد الفتاح اسمع مرود ابو عمير من هو ابو عمير هذا بروتوكول 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 منهم حضرتنا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته